أكدت المملكة العربية السعودية والكويت على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأعرب البلدان في بيانا مشترك في ختام مباحثات العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبدالعزيز وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجبر الصباح في الرياض عن بلغ القلق حيال الكارثة الإنسانية في قطع غزة وشدد على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القصري على الفلسطينيين كما شدد على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بغزة